هاهههه... خليك أنت بعيدا سبحون إحنا عقبية ما أحدشوف نا بتيطليهوا بتيطليهوا يا خون ما كان في أيديكم ساكن على شجرة في عز الدار بعربتوش للصابون دولوقت احجموه بعد مرجع أشه وإيكان الجهره ده سمك ولطف في المايه وبقى بشيته ما بقيتش السهلة ايه الكلام اللي انت بقولوا دا يا حج هي عشان خيب اتمرر لهم نسيبوه يا بي يا بي يا بي المعروف اقول تلك مئة مرة خليك انت بعيد عن كل ده ما ينفعش يا حتى ببعيد ده لما اخوية وفرقتي العمل كل وانا المحنم وكلمتي على القابل كل وانا بقى مليش عيش في الدنيا دي طول ما هو مقطع فيها كده وحياة أم لكل مصف في دم ونقطة ونقطة ودم خلب وسنة عشان يعرف بيه براء النوح يعرف بنا عباد الروح استنى خد 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 براء وانا براء انت على وانت حتوق تتفرج علي وراي اخوة الى امكاني وباصل الدنيا وراه بسرعة عفو عفو دخل فعار بالله السلامة خميس الله يسلمك الله يسلمك تشفكرني عدية نسة وشة اول واحد لبسه شبكة في ايده واسعة تقديه بس يعني الشعر بيضه والترعية غيرت وشك شوية الحمد لله مرة دي جات سليم انت جايت هتطمن علي او اللي هي ماشا؟ تقولي ما تقولش ان انا جاي يا حميك والرصاصة مضربت خبص بقى اكيد انت عارف مين اللي ضربت اول نفس ليك كانت مستنيك اول رصاصة وبيني وبينك بقى احناش عارفين ايه اللي مستنيك تاني بص يا خميس او مش عاوزك تساعدني او عاوزك تساعد نفسك لابس توك جديد مش مقاسك يا باشا مع انك قديم محافظ قانون اللعبة صن افع من كده انك مش هتقول حاجة انا دخلت السجن ظلم بس عشان واحد خان عهدي واللي داج الظلم ما طفحوش لغير واسعة تلبيه وموتى بكرامة اشرف بكثير من عيشة رخيصة نقول سلام وده لسه في كلام يعيني عليك يا بدران يا اخوي محتاج الراحة والهدوء بص يا خميس الوقت بقى غير الوقت والدنيا بقى غير الدنيا اللي انت سبتها وبتوع الموت بكرامة اللي زيك خلصوا وحبايبنا اللي عايشين برخيص فيش اكتر منهم يتوب علينا ربنا يتوب علينا ربنا عايز حاجة بدران يا اخوي يتوب علينا ربنا يتوب علينا ربنا يتوب علينا ربنا لفين انا اقصد المعسل والمعسل دلوك بيوصل لحد الماشي نجا ده المزاج الخير اقول لك يا خميس بتعرف كويس اقول انا ممكن البسك قضية ورجعك السجن تاني وبحاجة تافحة قوي بشوية السلاح اللي بره دول اللي من غير ترخيص ويدك بجي التجيل قوي بيه بعد التربية مش بيقول لك لابستوب مش مجاسك بدي حاجة تفوت خميسة فاندينا برضو السلاح كله مرخص يا بيه اللي الدفاع اقويت بيه دي ساعد البيه في العام الصعبة دي اقوعدوا نضيفوك شربوه حاجة يا اولاد كله كوز يا جامعة يالف لالا بيضا شاكينين يا رجال انجابكو بالافراح الغالي راجع والحسن راجع للبتن التاني بالحضن يا غالي بيه اللي ريقي ورد فيي الروح يا روح طبطبي يا ام طبطبي يا حبيبي يا ام مفضت راب الظلمة من على كتفي محسدش ان كنت مسجونة دا دلوقت ولا سمعت سوت الرصاصة اللي هنا الحمد لله ان ربنا نجاك انا قلب تخالع لما سمعت الخبر بس برضو ربك حنين ورحمته سبق قضاء ما تفضونا بقى من كلام اللي ملوش عايزة دا الله خدونا بالفرع اللي العيدة اخواننا يا حبيبي يا ابن كرابة انت لسا خرصة ام الله في الساعة دا يا ابو جامعة انت لسانك سابعك على طول كده تتحكي لغاتي تعال يا كرامة بلاش موحني يا بيت انا ما حبش النسوان لما اتأوى سيبيها يا امت الله اللهي اللهي مراتوا يا حاجة سيبيها تفك عن نفسها شوية بلا موحني حريم مش قادرة تستنى لما يتقفل عليهم باب والله خلاص الزبدة ساحت عالصاق والسامة اتحرقت يمها واللحمة استوت وطنبق كال اتحشم يا واد يا ألف الحمدلله عالسلام موسيقى موسيقى شو مراتي ايه اللي كانت بيخاف عني مرار غيابك سيبي؟ موسيقى 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 قال لك اسمها شوء ها شوء قرب يا شوء حب على ايد كبير البيت حب على ايدها فندين يا شوء لا اله الا الله لا مو اغسى وماله ما يضرش خميس تعالى قعد عالكرسي يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف للاسف يا فندين مفيش فائدة الدنيا بقت مشابيكة بتعطيها قوي وكأنها لازق في غيرها ما تعرفش يا فندين بتطلع منهم بجملة واحدة مفيدة كلامهم كله كأنه شريطه بتكرع لسان الكل التجار اللي بنعينه خميس وين هو وغيرهم حاطين نفسهم في دائرة مأفولة ما حدش يعرف مفاتيحها غيرهم كأنه دسطور يا فندين وكلهم متفقين على قنونه وأي أن كان الخلاف بين أي فردة أو أي حد في المجموعة دي ما حدش بيعرف يخرج عن القنون ده دسطور ساري بين الكل ما ما اختلفت أشكالهم ولا ما يقولهم اللهم واحد اه وده يا فندين اللي بيخلي وقعهم مش سهل خالص لكن مش مستحيل وعلشان كده إحنا هنا والكراسة اللي إحنا عادين عليها دي شرف لازم نستحقه ونكون قد مسؤوليته ومهما كان خميس أو غيرهم من الدجار باكرين نفسهم أسكية أو حتى أقوية مهمتنا إن إحنا نرميهم بتحت رجل القانون وساعتها بقى بزان العدالة يتحرك يا رب يفهم يا رب يفهم ما عقولني سيك يا فطنة نسي دفايرك اللي كان بيعكسك بيها ولا شنطة مدرستك اللي كان غاوي يجبها لك ولما اسأله ليه يقولي عشان تفتكريني وانتي حضناه موسيقى أنا كبيرت يا خميس وتربيت على حواديد بسمحها عنك يا خوفي لتكنستني ويا كل اللي تنسب يا رب موسيقى موسيقى ما كتبتش شربية ما قالت إن رولتنا بيضاء ومن مميزات اللي قالي البيضاء إنها مش محتاجة كلام ليها لغة خاصة بيها لغة عالمية قراب يخديها أه موا لا محتاج وقيت عشان أفتكر تلوبة الإشارة طب خلاص 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 بتزعلش خلاص قولي لي عايزة تقولي بس واحدة واحدة اه اه ده ده السجن أقول في السجن كنت عايش إزاي في السجن آه مسجون مسجون بين أربع حطانة ولدها وسطوشوش كايبة إنما أيامه عدد بقولك إيه بقى وإحنا بقى الله بقى الكلام في اللات والعجل دي ليلى بس دايو دي مش ليلة خميس وقت ضرب لا دي ليلى بعد سبع سنين عجاف ولا أنت ناوي بقى تقطيها هطى يرسال صوت وصورة ها بحشتك يتوب علينا ربنا يا دايو تعملي بالله قولي العلاق لله يا دي ليلى ليلى الله حلوة دي حكيتك يا كرامة شبه كل لحاجة الحلوة للوحل تحرمي لها بيقولوا في السجن أيامه بتعلم الصبر وأنا تحلمت السكات بيت سيكت زيك كده إنما خلاص أيامه ولت سيكت زيك رست 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 فالعزميني بس ما تخوميش واحد اثنين تلاتة كنت في فاكرة انك هترفع راسي وتنصفني قصده بس هو انت كده دايماً تيجي قصادهم وتجيب وراء أختك عايزة تكسرني وتزلي نفسي مرة حبي على راس الغمدورة والتانية حبي على إيد أفندينة والله أعلم بقى المرة الجاية ححبي على رجل مين مالك يا رجل بتبصيني كده ليه زي ما كون مجنونة ولا بقطها في شعر لما تلم العيال أحسن وتزقلوني بالطوب ايه دي؟ ايه دا شو؟ عملها مش مستهلة كرمتي مش مستهلة عندك يا رجل انت مش حمل ضاوية ولا حمل سماها ولا حد في الكون دا كله حمل جزة منها بقى انت اللي مخك مقاش رجليكي دايق وعايز له قالب معرفتش تكسبيها؟ خليتها تحطك في دماغها ويا ويل اللي ضوية تحطه في دماغها وانا بقى اروحي في مناخيري واللصوانة المشروخة دي مش عايز اسمحها تاني لاني مش طايقة نفسي هو ممكن اهج في أي لحظة ايه؟ اهدي؟ اهدي عبيتا ام مخ حجر على جسم ملبن بص بقى انا فاهمك ضوية دي تتمنى تقلعي العين ولا انك انت تمس خميس بكلمة واحدة لو انت بقى عايزة تعيش في سلام لازم تكسبيها وعشان تكسبيها لازم توطي وتحب على ايدة فنزينة ليه؟ دي انا على زمة راجل بقولك ايه؟ ما تدخلش عايشة في امو الخير تيه غير ديه؟ خميس ده امالنا كلنا امالنا عشان نرجع تاني ملوك الصنف ونقدر نقيم راسنا في السوق ونرجع بيتنا اللي تاخد غصب وخلانا نضطر نلعب في القطاعي اللي رحت عليه وخلانا نستحمل رازالة زيبونه عرفت بقى امي تفندينة؟ عرفت هتها جمال يا رب ترجمة نانسي قنقر عرفت اقبي عرفت اقبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تخافش يا معلم انا مش عفريت انا مطرة مطرة؟ وايه اللي معالك في الضلمة كلا يا مطرة؟ مستنياك يا معلم وجوزك لسه برا؟ لا طارو هو اللي لسه برا ومرجعش الغاية دلوقت يا معلم فأنا بكلمك على جوزك برا وانا بكلمك عن جوزي غريب بقولك يا مطرة اليوم كان طويل وكله بلاوي ودماغي فيه اللي مكفيه يعني مش نائز زن هو مش النهاردة برضو كان يوم خروجي اللي قتل غريب صح كده ولا انا غلطانة؟ انا عملت اللي علي هو اللي لسه ليه عمر عملت ايه يا معلم؟ بعت له عاي الخيبان يتخه عيار في الزحمة وياريته نفع وجاي اخر الليل تنام ولا كأن ابنك راح منك كنت عاوزة اللي اعمل ايه يا اختي؟ عمعت له ابني التاني وقلبها مجزرة عشان اخسره هو كمان؟ ما انت بعت اخوه عبليه؟ تبيتقولي ايه يا مطرة؟ اسمع يا معلم انا دخلت بيتكو بالمعروف وهخرج منه برضو بالتراضي والمعروف وكده احسن لكل الظاهر اني طيبتي وحليت قلبي خلوا عقلك يفوت عشان لسالك يهرفض بكلام زي ده يا معلم انا وبراء عمرنا ما كنا متجوزين لا هو قادر ينسى ان انا مرات اخوه ولا انا قادر احب فيه اللي حبيته فخوه ازاي بس هنعيش مع بعض؟ كده يقول للناس يقتمع عايشة لا انت ولا هو اول ناس يعملوا كده وده اخر كلام عني يعني مش عاوز اسمع كلمة زيئة ده فاهمة يا مطرة فاهمة؟ اسمع على خير يا يا مراتبني يا مراتبني لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاغفرلي لا اله الا الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله ادخل يا ابو سنة انت لسه صحي عاجة اقفل باب وراك وتعال ثنيوة اول مرة انا اتعدى معد نومك مستني يا صلي العيشة ما جاليش نوم مش بيقولوا العيار اللي ما يصبش يدوش يجيلي نوم ازاي بقى وصوت العيار اللي استقبل ابني قبل مني لسه بيرن في وداني ومين قالك ان احنا هنعديها يا حاجة ايوة والرد لازم يكون فوري واي قسط حيشجع الكلاب دول يعووا وينهاشوا في لحمس يدهم خميس لسه خارج من السجن يا حاجة مش عايزة اورطف مشاكل وحواديت سيبوا خميسة على جنب خليه يشم نفسه شوية ماشي يا حاضر امرج يا حاجة بقول لي يا ابو سنة نعم احنا عايزين نخفف شوية البيع بالقطاعي له وقته وله من قيمة خميس ماشي يا حاجة والله لو كنت بقول كده برضه احنا نعمل حسابنا ان احنا نجاب معده لقرشين اللي خلوه يوقف على حيله في السوق وازع الجزة معنا ناسنا واهلينا اللي في الصعيد مش هيسيبونا عين العقل ومن بكرة ان شاء الله دي خف بيع القطاعي ماشي يا حاجة امرك اسيبك بقى عشان نصال العشاء هدعي لنا حاجة ربنا ينجح مقصدكو يا رب هدها جماية الوعدة للماء لا يا كريم بالإذن حاجة مع السلامة يا خوة ربنا ينصرك يا خميس يا ابن ومايفرحش فيك عدوي الله العظيم اه مطني الزوزي فيت مريم انكلموا عن المحمول بتاعه ما بيردش اشوفوا لي فاني داهي اه وقول لي رجالة تجهز عشان فيه قاعدة بكرة يلا اغفر يا كرامة مالك خميسة ايه مالو مش فهمت بتقول لي ايه بتقول لي جنابك يا دو بأنها غفلت قامت ملقيتوش جنبها اه ما قالش هو راح فين لا إله إلا الله هيكون راح فين السعادة بطرال 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 اه اه نير نير مين يا روصاص اجاد في كدفك ولا في دمالك نور النور يمكن يعرفنا نور النور يمكن يعرفنا نور النور يمكن يعرفنا حاضر يعيني يا بطرال لا إله إلا الله افردينة ايوه يا أخي انا في حلم ولا في غيبوبة في غيبوبة ايه ما انت زي القرد هو ايه عالتها تتصلبط انا مش مصدق لابسي الصبح تديني دمك وبالليل بتديني حبك قصدي يعني تيجي تذرني هو ميلو اجروح يا بلدان يا ده انا مش جاي ازورك ما ليه؟ حسيت ان في لصاصها تانية قلت اخدها من قصيرة وتخليها هنا في المستشفى وياد ما تيزبط يا بلدبتال عمال يطلع وينزل ده يزبط يا الله انا جاي صهارك صهارة ترجعك عشرة سنين وورا عشرة ايه قول عشرين بصلعتك دي صهر حاسب عشان الجرحع بالراحة لا اللي حاسب صهارة ايه ما انت شايف ما علاقل اللي جولي كوز وكلي شوية مروا علاي الدكتور واي مجهود في خطر عالدكتور اه على الدرح بالامارة حتى الدون البتاعدي مين هالك انها تعمل مجهود؟ وما الحص على ازاي؟ هاداً هعيش هكليلة من ليالي أفندينة مش فقط وأنا محسش إن خرقت إلا ما روح أشوفها بحنيها هي مين؟ رمانة يا بطران رمانة لبسوه وأتوب دواب جرح وب كل جزر يلا يتوب علينا ربنا باسف الله 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 أهلا اخرص هتودينا في ده يا اللقاء التالي نعيش ونستحمل على أنغام الفرقة الآسية مع نجم الأغنية الشعبية اللي ضرب حجرين على الشيشة مع كوباية مية النجم الفنان هوبة ومعكم وليس معنا نجمة المحل الأولى رمانة الميزان اللي ما بتكذبش أبداً الراقصة الاهلوبة اللي ما يهمهاش السياحة المضروبة الفنانة رمانة بريفو بريفو نجم الفنانة بريفو نجم الفنانة نجم الفنانة بريفو نجم الفنانة اللي بعد يديك يشوفها يغلط لي الدان مش اي حد يهو يدان ويزي وسطو الدنيا تولع مش اي حد يهو يدان ويزي وسطو الدنيا تولع طوب الهرم اتهز اتغلع ما شفش رمالة اللي بلا بحلق ويفوق واسخد رمالة تعمر الراس الخرمالة بحلق ويفوق واسخد رمالة تعمر الراس الخرمالة نحلى العسل فينا اطمينا اللي ايدو اطروح ارزا جميعا اطمينا اسمنا البلد رمالة اليستفان رمالة اسمنا البلد اليستفان رمالة تولع والاحنوبة شاية عروبك والهاخوية والملعوبة هدي كنت في قلبي هدي كنت معقلي هدي كنت معقلي هدي كنت معقلي نعم عسلياً مخلياً جد بسطة في كوفياً ومأرساً رمّانا يهب رمّانا آه رمّانا ما بتكتبش أبداً رمّانا هيد رمّانا يهب رمّانا دي برقابتكو تمن رمّانا 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 وزا يتسيموا يروح لو أحده ها والله حاصل يا كبير ولا أنا مش هيّل لك كتفك بكتفه طيب تسيموا يروح في ليلة زيّادي وهو نقوي على ليلة زيّادي وهو نقوي على ليلة زيّادي حاولتي يا كبير هبّف وشه هزّاني وصدر للجّالة وإنت عارف ما عليك طبع الحال ما هي هزّاك ولا يمرّمج بكرامة تأهلك الأرض حتى حيّجرع لك إيه يا خوّي حتيل أصرين ولا حيتشلّن لك دراع تقبّ وتقتص وشوف راح فيه ما انت يا كبير عارف المعلم براءة ده زيّ الزيّبق ها تليفونه مقفول كمان ولا تقبّ وتقتص واجبوني إن شاء الله من تحت سبع أرض فاهم أنا حسّنّاكو في الإصراحة متأخرش عليّا غور من واشي غور حصّل يا كبير كبيرا ناعّس ظروات اتحياني موسيقى قليلا.. قليلا.. حاش بعم .. حاش بعم أفندينا.. واصر.. قليل ب evidentي أفندينا تحية المص وعطال المص وريكانة مصر كميس بشعي فندينا والعصيبة واسعي فندينا موسيقى 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 الله دي كاربتر برينس عيد بتاع الاهلي هو فندينة ما شاء الله بيع فين دلوقتي؟ زي ما انت شايف فندينة؟ وتعملت له دخل ملوكي وترستا عالطر بيزا اللي عالبست زي ما انت شايف يا برينس لحقاة السنين تمر بسرعة تلاقي خرج حسن سيروس لولك لك الدنيا كلها بتجري غير ش انت بس اللي قاعد خلاص يا شلب انت هتعملي فيها توك شو كفاءة الخبر لسود اللي انت جايبهولي ومعدت اللي مش مستحملة اي توك شو سلامتك يا برنس قولي محسوبك ما انا خلصت ممريتا؟ اه ولبسة وماشي يلحق خرجها من الباب الوراني ولما تسأل؟ قولها في زباين سخيفة نفسها تفرط حب الرماني هيد دماغ دي صحيح مفيش غير مالط واحد دماغ دي دماغ دي الدنيا جت عليك دي اللي انت قولتقولي عالتليفون لها اللي سمعتو يا برنس انت متأكد؟ إيه اللي متأكد معالي الباشر بقمورني معاليك تشرف وتقانس في انتظار معاليك احنا نفرش الارض ورد مع السلامة ده الباشر كبير صح؟ كملت يا شلال احنا تحسن تسيف على رقاب الكل بس أنا مزنوك في سؤال كده يا باشر تفك نفسك وقولي يا بوسينا هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خالي سعىكم مسكورة رقابة ساعواكم دعائم ساعكم مسكورة رقابة أتبا يا خميس يتوقفي ايزا 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 العمروتي دا طول عمره دا يعرف ازاي يكسب اللغصات اري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيب بس افادينا مش ساهل أنا مش فاهم يا حاجة أنت مبسوطة ولا زعلانة ولا قلقانة ولا إيه بالظبط خميس رجع السوق تاني وقعدته مع العمروتي حتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجة ما أنت لسه قايلة يا حاجة ابنك مش سهل طبعاً ابني حيجيبه منيه وبنا خليه يقولي لا بالحق يا حاجة البداعة صبرت في الصعيد والرجالة جازة أنا حضبت الفلوس وإن شاء الله هنزل عشان أخلص فيها مش لوحدك يا بوسنة طبعاً ما الرجالة معاي ولا عايزة كلامه لا القصد إن خميس يروح يسلم ويستلم خميس؟ أفدين؟ أه ومالوها واحد يا سلام مصر بتبقى حلو قوي بالليلة خميس بتحس إن كلها بتاعتك ومحطوطة في جيبك بحس إنك ركب في أرس ومسك اللجام كويس مالك يا خميس ما فيش يا باشا بس أنت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعة ما تتكلم عن مصر حلوة ومصر جميلة وما نعرف أنا همتابعك من زماني خميس دخلت دماغي وما صعبة قوي حد يدخل دماغي وإن أنت صغير وأنا مرأبك وعجبتني لأن ليك كرامات مع الحكومة واللي عجبتني أكتر أن أنت رميت عمرك ورا ضهرك وروحت الطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومة خيانة أمان هالموت في سنين اللي فاتت خميس السوق تغير ناس كتير هتحاربت أنا كنت مستنيك وأنت خلاص دمتك أكوم حقها ما أخد حقنا بقى لا يا بشة بس أنا يا دوب لسة خارج ما تفرج على الدنيا من برا ما عنديش نية أغرس تاني كيف ما تقاش المزاج خلاص يا خميس بس أنا يا بيت العمر بتاع المزاج ولو أنا عايل صغير هد كده أنا بتاع المزاج وبحب وبشتغلوا بمزاج وإذا بايني كله بتاع المزاج ناس ريئة ما ندومش مشاكل ولا اليوم في الدوشة ولا حتى لغبط الكاميرا الناس اتطحن انت خميس بقيت عايشة في دوامة طحنة دي خلصت على اللي في اليوب هم وقلصت على صحتهم بقى الزبون من دول يدور على نص برشامة عشان يوانوا ولي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص بقى بيضعوا على الخط نبيض مخلوط عشان يسافر زي من المزاج ولا يا خميس بتاعز مني بالظبط يا برشان أنا استفيتك يا خميس خميس خديد كبير السوق لا يا بي بس انا لما وقعت انت ستنها عيب عليك تقول كده يا خميس أنا حاطت عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن وما المين اللي غير الحرز بتاع البضاعة قبل ما تروح المعمل الجناي مين اللي جابش اهود نافي وخلى تحريات المباحث تقولي ان ما كانش عندك نية تقتر غريبة مين اللي ضغط عن نوح وقال له ما يتهمكش بقى تلبنه ويحضر المحاكمة بتاعتك كلها غير شعوشارة كل ما انا عملته ده يا خميس وخلك تاخد سبع سنين بس وانقصت ابقابتك في الحفل المشتاء والحقيقة ان بدران بكدبش خبر بنفس كل اللي تقوله بالحرف اللي واحد شفت بقى انتو ظلمني ازا يا خميس مران مران خmes مران احلي مران مران ده حتى المثل بيقول لكل ده اندواء اكادي ماكيش فيها يا مصري يا استاذ انا مش هاين علي اشوفك كده بصراحة انت يا ما وقفت جمبي اديني لما اخذ فرصة اردلك المعروف معروف؟ ايوه انت يا ما حامتني يا اخويا من ايد الحكومة وما قلبها الله ما ترجع الحليم دي المغزن وروح انت نايم انت كمان او روح اقلب وعشكه معاي زبون تاني ولا سوق نايم السوق نايم ده الكون كله نايم خلاص يا اخويا الرجالة ما بقاش لها مزاجس سألني انا بقول لك ايه انا بقى هفوقك وروحك اقوم اعملك في انجال قهوة من اللي بيخلي الرجالة يجوا هنا على ملو الشجر قهوتهم مسامية حتى القهوة مش عتقها يا مسامية ماهم بداوا اهلو استلمي افتح الباب يا واجه حركات يا اختي مدالي فقاني خن حاضر حاضر الان اي… ايو انت مين؟ انت اللي مين؟ أولو استاذ بدران فيه؟ سي بدران جو طب هو اللي لي بارة قد تسوين؟ استاذ استاذ اللي كنتي عروزي افندينا؟ انا ولا يأكل معايا الكلام ده انا لا يخصين عمروطي ولا بوسنة انا مش موصفلي في الليلة دي كلها حاج اللي خميس يبا تعليش صوت يا كمان ايكا مش بتجعجع والسدري المكشوف الله العمروطي حطي سيفه على رقاب الكل اللي حيتحرك تحته حيقاب الرب كريم على نفسه انا ما يهمنيش يا حاج انا عارف نفسك كده كده مي طب اسمعني يا عم المي اسمعني الفرص جاية كتير والطار باية وعزابة تاخدش والفتحة مردودة بس السكة تفوق والدنيا تسلك واللي له مقتل ضربه في ايه ايوة لو ان انا مش حملة ثلاث يام اصبهم يعني عايزنا اعمل ايا حد احط جازمة قديمة في بوقي واسكت اي ضربة هنضربه دلوقتي هتبقى زي القرش البراري لو رمتها هترد في وشك انما اللي هنا محدش يقدر يوصل له ساعتها هتبقى قضيب صحيح اعمرك يا معلم اعمرك انت والباشا هتكني الاحمر بس فتحة بيت يا ماي شمرة ماشي اعجبك كده والنبي يا معلم طريقته معايا كده على طوق غابي زي امه اعمل له ايه ما علينا اقورني يا معلم روح اعطيني الفحن من العنين بس على مالك وانت ماشي هاد اعطيني الفحن غابتاني مورد هاد اقشع به يبيس حيوم مي العاشي المتايم بالعيون الملط بايدون وإيه اللي جابك سعادي أنا قلت برضو لازم كلامنا يكون ما بين أربع حطان وباب وشباك مقفول علينا مش في محل أكل عيش ببانهم فندقة وخراموا أكتر من كوالينهم ملط يا بايدون أنا رمانة اللي فرطت الدنيا في كف قديها واللي اهدومها شاطت من مرمط الأيام مش حتيجي دلوقتي وتلعب علي لعبة قديمة زياتي إيه السونة اللي انت خرجة منها دي أفل السخنة وفتاح الساقة شوية خلينا الركلس ونقولك كلمتين أنا جايلك بالمفيد ما أنت قلتلي المفيد وأنا رديت وتفتي لسه على خدك تفتك دي وسامة على صدري وأنا ضمتها لتلاب الزكريات وكتبت عليها إهداء من رمانة إلى المناضل الوطني الملط بايدون باشا ما تلقيش نعم وما اللي قلتلي بس ممكن في أي وقت يطلبك أنا عارف أن انت مش على هواء اليومين دول هو كمان مش على هواكي بس ممكن في أي لحظة هفه شوق ساعتها لنا ولا أنت هنقدر نناضل ضده ولا نقوله ما ينفعش وأنا استحال أقوله ينفع يبقى انت كده بتصوري على النظام القديم وساعتها مش هيبقى قدام غير حل واحد إيه رحهمك الكلام الكبير اللي عمالت قوله ده انت صدقت البرنيتة اللي على دماغك دي هتعملي فيها يا أخويا بتاع السياسة ده انت يا دوبك بتفك الخط وبعدين حل إيه جات حل وسطه إنك تعتصمي وقبل ما تعتصمي ترش على وشك شوية ميت نار يمكن الباشا يتعاطف معاك وساعتها هينفذلك مطالبك الفقاوية تعالي بقى وريك مطالب الفقاوية يا ابن روحية ما يصحش كده يا نجمعين تفضر ايه ده ايه ده بتعملي ايه قادي هدوم الباشا بتاعك الضرفة اللي عاملة زي السجان في بيتي أنا خلاص خدت منها إفراج وإحمد ربنا إن خميس ما شافهاش عشان تعارف كويس لو كان شافا كان ممكن يعمل في الكل ايه اهدي على نفسك لا يتقالك عرق مصر عيزاكي يلا خد الزبالة دي وغوف ماشي ماشي أنا أخدها وادمها في دلاب الزكريات يمكن يحصلك انقلاب داخلي وترجعها لعقلك تصدق الحتة حلوة إزاي أفندينة ما شمهاش والمصحف نزوت ولم عليك الخلق يلا غور يا ابني تكا تجي عن رمز الوفاء والإخلاص يعني الملط بيدون السلام يا نجمة يا ابني عيش في ملكو الدنيا خالص واخص دماغ دي بتطلع سمي طبعا بانت طلعت من رجالة العمروتي انسى بقى السير دي خميس دا القانون يا ريس هو يقول إنما أنا لأ وانت سيد العرفين بعدين في الآخر كله كان عشان مصلحتك هم كله طلع شمال هاولاد الرافة دي لاوين كل الشمال منافض على بعضه هههها ههه ههها عسل اسمت خامسة صفعين اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي الله هو اكبر يليلة ليلة عيد ام يا بكتين اللي خبه دقلكر فتنتي الله يا اخش الله هو اكبر منورنا و انقطرنا والله هو ملك عليك حلفان الهض دي وجهة بحلك بتي من البنات هاهه ما تعملو حركة يا وليا yes أرجوك؟ فضلا تندينا وأنت تعرف العمروط يا مدران بلنا بروحي خميس يا مدران يا مدران فيه انت يا مطر انا برضو جوزك ولا يحق عليك بالرضاية على جثتي انا ما غصب يعمل ما بدالك انا طوله مبلي عايش معك غصب يلزي مرة يبقى بمزاكك انت مش طائر اي جدي ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس وضع مفروض علينا وضع محرموك على نفسي خصب علي انا مش مقصر امطرها مش مقصر اي انا بعمل كل اللي ابدر عليها عشان اخطرها اخويا لكن زي ما انت شايفت الدنيا معايا ملاخباط عالاخر كلها بتلعبك قم الكلب بسبعة روح انا عارفة انت مش ناسي ترى اخوك انا عارفة انت مش ناسي ترى اخوك وانك بتحب وقدم انا بحب مممممممممممممممممم بتحبي وليها امطرها انا عارف انا عارف انك لسا بتحبي Topo الثورة كوى الأ remix کن شوفها في عناك حتى واحد الطيق خاص بعد Millet بالعكس يا مطرة حبك اللي غريب هو اللي مخليني لسه بقى عليكي ومكان يعني على حبة النرفزة ولا ولا يدي اللي بتطول عليكي معلش طول يا دوب حلا وتروح فالشغل اللي مش اقتر أصبح على خير يا مطرة موسيقى 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 خف يا بوسنة حتحرقنا وده ايه ده اصلا ان شاء الله ما تخليك في حاجبك اشوق وانا كنت منتفهم لمين بقى ان شاء الله طب قادي الملقاط ودي المراية وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب اما شوف اخرتها ايه معاك يا بوسنة النعارضة يا شو يعني بلاش اخد ودي مع نفس شوية يا راجل خد مني وديني معايا البل يرق وترتاح مش بقى الله راحة شو ليه يا حبيبي فطفة دقول مالك ماشي فطفة بترتاح متقاسم مش هيا دي اسمة الحق كل الحكاة ان انا مزاجي مش رايق للا شوية بقى دا كلامي اتقال برضو دا انت كده تضرب في السوق دا انت المعلم صاحب توكيلي المزاج في البر كله المعلم وسيد المعلمين كمان وانت ولا انت زعلان ان خميس حيطلع معاك اتطلع بتاعت السعيد يا شو انت من نايمتا بتدخلي من خيرك بحدة خسانة وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس اطلع معا مشوار السعيد ما في الاخر مصلحة واحدة برضو ما تأخذنيش يا معلم في اللي انا حقوله بس الصراحة المصلحة فلدت من تحت باطك ونطت في عبق افرديني شو دا زيت فديق ملكش الناكية تتخش فيه وبعدل ما انت مسكش نيورو عملت نخواري في نفوخي ومتفر القعدة تعملي حاجة ازلك هزيتين هاتي حاجة الشرم اللي بتولتش اكتار الدماغ دي ولا انسيت زمان لا انسى ايه بس احنا في انصاص الليالي يا راجل عايز تفرج علينا الناس هي طالبت بقى طالبت دي المعلم صاحب توكي المزاج في البر كله قوم يا بيت حاضر هقوم بس بالراحة علي جسمي بيعلم مايعلم مش انا المعلم ها؟ لازم يعلم قوم يا بيت قوم حاضر اودا يا حبيبتي حالة من الملل والزاق وقلة المزاج ده ملخص الوضع اللي انا فيه ايه يا حبيبتي بجد؟ راجعة؟ اخيرا عرفت ان ليك يا ابي بيحبك ومحتاج لك؟ طب مع السلامة يا حبيبتي حسن جالي مكالمة شور يا مساء المزاج الرائق على عيونك انا بس قال نفسي انا مش مبسوط النهاردة ليه؟ عشان اتأخرت على عمروتي بيه؟ جيت فوقتك يا مال ليلة لذيذة وهنية وبالبنات محشية هلو ايه اللي والكلام ده؟ تؤمرني انا هنا عشان تؤمرني تعرفوا تعملوا مساج يا بنات؟ اكيد احنا نعرف نعمل ده سؤال ساعدتك؟ لقدام ساعدتك دول المرنز الوطني عندهم القدرة على اقتقام الهدف بخمس سوادي وساعدتك ادي اشارت البدء وهما يقتحهم على طول طب انصاري في انت اعملت وبعد يخد الفارغ مساج الخير على عيونك استنى اعملت غيرت رأيي اوقف هنا صدر الخاتم وغنيلي امونة وانا بتعمللي مساج امونة بعت الهجوان امونة بعت الهجوان امونة مردتش علي امونة ايه الاسباب ايه الاسباب على كيفكing وان شاء الله ما ربكة علي امونة امونة ايه الاسباب امونة مردتش امونة مردتش اكمله الا امرد�� ان شاء الله إنسان يا معلليكم أهلاً 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 معلم خميس نورتي القهوة مزيك شنوف الله يخليك رايز يا معللي واحد سأل عليك جوا واحد مينو ما عرفوش يا معللي سأل عليك ودخل قعد جوا الواحد هتلاقيه يعد علي مين عندها الرجالة سأنه ما نشوف الحوار إيه اللي تشوفه معللي ما تشوشه وراي تسلو تسلو عد تسلو 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 عد أنا سعدني ما أشف ما أولا ما أشف وبضي أهلاً هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ما عايزش أولاً يا فندينا يا اهوة كوارك على عيني حاضر اهو مزبوط على معاي الشاعر ايه طلاب غريبة دي بش محبا يا أمو لقيت مزاجي مش رائق قلت أجا تزبطه أنا أهلاً 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 قالولي إنك سألت علي قال لي مستغناش عنك أبداً يا فاندي طب إيه بيجي بحضر